ايوين متتبعون ايوين متتبعات Baker السلام عليكم تحيح εيی خاصه لجميع تحيه خاصه لمشاركين والمشاركات في القناة تحيه خاصه الناس اللي يتفاعلوا مع المواضيع تحيه خاصه لجميع المختطفين في المغرب تحيه خاصه لكل من يفترفع صوته ضد الظلم والعُدوان الذي يمارسه النظام المغربي على الشعر المغريبي في الداخل في الخارج وتحيه خاصه للجميع خبر أجمال جميل اللي غا تشوف العنوان مثلا وغا تشوف كيفاش غا يعجبك لحالياك غا تقول اياك خصد شي يكون ولكن علاش مثلا غير صغار هم اللي كيتحاسبوا دائما في المغرب إلا بغاين نحاسبوا كنحاسبوا غا الصغار ما كنحاولوش نقزوا للناس القبار اللي كي يشفروا بزاف يعني اللي كي يشفروا بزاف بكيتحاسبوش اللي كي يحسفروا شوية هم اللي كيتحاسبوا الحقيقة هي الخطوة جميلة يعني كنتمنوا أن هذا الخطوة يعني تشمل جميع المسؤولين في المغرب يعني من المسؤول الصغير إلى المالك كل مخصوص يتحاسب ولكن كي تجي تحاسبوا حد طباقة وما تحاسبش كل شي هذه القضية عينة شوية وان بلس عندك الإمكانيات وفيدك أنك تحاسب أي واحد ما دمت أنك تمثيل الجهاز الأمني في المغرب وسرقة المال لعم هي تعتبر خيانة هي تعتبر جريمة ضد الوطن وضد الشعب يعني إذا كنت تتحاسب تتحاسب كل شي لا شيء ستتحاسب غير الناس دين الأمن كان عارفوا الناس دين الأمن كلهم فاسدين يعني ما كنش شي واحد في الأمن اللي ما كيسرقش وما كيش ترنشوة وما شيء سنخسر له غرق يعني كلهم ولكن المسؤولي القبار في الأبناء المسؤولين من أي مسؤول لماذا من حاسبه المالي يحتوي الحاسب لماذا لا فلا قل ما سنناقش هذا الموضوع سيقولك سل الخبر سيقولك الحموشي يفاجئ ولايات الأمن بتفتيش دقيق للميزانيات وسوبول صرف الاعتمادات سيقولك علم المغرب 24 من مصادر مضطرع أن عددا من ولايات الأمن تفاجئوا بحلول ليجان تفتيش مركزية أرسلها عبدالطيف الحموشي من أجل إجراء فحص دقيق للميزانيات وسبول صرف الاعتمادات المالية خاصة فيما يتعلق بأسطول السيارات وابونات البنزين وحسب ما جاء في ذات المصادر فإن ليجان خاصة بولاية الأمن التابعة لمديرية التجهيز والميزانية إذ طلعت على مصاريف عدد من المناطق الأمنية وكيف تد وكيف وكيفية تدبير الميزانية المخصصة لكل مصلحة إذ تهدف الليجان الجديدة إلى عقل تسير مالية المديري العامل الأمن الوطني والرفع من مستوى الأداء والتخليق والحكام الجيدة هذا ويعيش كبار المسؤولين الأمنيين الجهوين على أعصابهم في انتظار التقارير التي سترفعها لجان التفتيش والتي من شأنها أن تعصفها بعدد من الرؤوس إذا ما تبين وجود شبهات في سبل صرف الاعتمادات المالية في الحقيقة يتقى كل شي فاسد لا كان بهم مسؤولي على الأمن والذي مفاشرة ولست يتقلع مقانع صب أنا كل هم مسؤولين آمنيين لا كان بهم كلهم وحتى اللي لم يكن يدخل المثارة لأمني حسنا في الأمن مقدار الكثير من تخدمه لا تتعلمه الهتواج كانت من تدربه شوف أتعلم رابط الى بغاية ان يدخل معنا ستكون شفار واحد والتغرف أثير مثلا يدخل الناس الى البنية يدخل الى البنية يدخل الى المعارضة الشرسة من المملكة لا يمتلك المستخدم وتمثل من الاخره في اللعب سوف تقوم بعمل جهاز الأمني في المغرب كله فاسد لكي يجب أن تصلاح و تقوم بعمل خطوة حسنة ولكن قادية المغرب لا يوجد غير بوليس لفاسدين لا يوجد جهاز الأمني فاسد لأن المغرب كله فاسد سوف ترى البشوات والعمال والقيد والوالي والتشفارت والرشاو يعني أنت سوف تحقيق صاحب بل ما تحقيق سوف ترى بل كيف يريدون ونرى عياناتهم وماذا يلبسون سوف ترى بل ديور اللي عندهم ما يجبون ذلك الشيء بل أن يدخل مقطع فم تنهار الأول يطلب على خدمة ورشاوي وكذا كتبتوا زعية تلت سنو وربع سنين في البوليس واللقيق والقيد والاسميس تكتو اللي عنده الفيرمات والطنبيلات والدير في الخارج كتيدين لها تشفروها الرشوة الفاسد يعني ما يحتاج أنك تدر تحقيق القادية الأخر اللي بريتنا نهضر عنها مثلا هذه القادية الأمن سيرشف العسكر سيرشف العسكر الجيش المغربية السيبرير العسكر في المغربية كل ذلك لديه سيتيرنا المازو تفوص الداره لديه سيتيرنا تتعامل لديه سيتيرنا كلها صمالة للاستعمال الشخصي ليس غير الشخصي استعمال الشخصي لديه الولاده لديه 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 أنا أصحابهم كل شيء ينشف من السيتيرنا سير جائع الحي السويسي في الرباط وشوف الفيلات وشوف العسكر وشوف السيتيرنا الليصنس التي ستكون فيها وسوف تشوف الفساد كذا الفساد يجمل كل شيء الفساد يجمل من الرأس الكبيرة ما لم تعرفي أنك سيجيل مغربية لديه 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 و لكن الذي يضعك يضعك إنسان فاسد فهذا إنسان الذي يضعك و فاسد لا يمكنك تحاسبه لأنه هو المعلم لا يوجد شيء يحاسب معلمه تصور أن تعمل شركة و هل ستذهب لك معلم تركتها تشفر؟ لا تستطيع أن تقول لك لأنه هو الشركة و إذا كنت تخدمك معلم الشركة و هل ستذهب لك معلمك؟ هل ستذهب لك معلمك؟ اصلي الله، و لا تستطيع أن تضعك لا اصليه لك معلمك و لا تستطيع كدوس الليل عبر الواقع ولا تستطيع تحاسب زوج الف salts لا تستطيع أن تحاسب برلمانيين لا تستطيع أن تحاسب الوزارة يعني هنا تريد صداع لا تريد أن تبيل الناس أن تتخدم ولكن هنا تريد أن تحارب الفاساد بطريقة لتحمل الرأس الكبير ستنوض بزبعة في المغرب أن الحموش يحارب الفاساد ولكن لكي تشغل الناس يجب أن يحارب الفاساد ولكن ينسى أن نرى المعلم هو الشفار الكبير إذا كانت تخلق محاربة الفاساد ولكن من غير ما تقيسه الفاساد الكبير وهو القصر والعائلة الملكية لأنه ليس أكبر الفاسادين لأنه لم يكن تحاسبهم لأنه لم يكن المالك لا يستطيع أن تخدم هذه الخدمة وكيف لا يمكن أن نعرف أن في المغرب لا يستطيع أن تخدمك لأنك مثلا قارم جيد والدكيم جيد لا يستطيع أن تخدمك لأنك قريتي معه أو صاحبه لا يستطيع أن تخدمك لكي تخدمك لكي تحتاج إلى المدير الأمن لأنك في المغرب لا يستطيع أن تخدمك لأنك في المغرب وكيف يستطيع أن يستطيع أن تخدمك بشرفة وإمانة ولكن لا تستطيع أن تكون طريقة لأستطيع أن تكون في الدول الديمقراطية الإنسان من الذين يبقى بكية بص يختار الشعب ويختار الشعب لأن الشعب لم يختارك لأنه نظام ونظامك لأنه نظامك بحاجة ونظامك هذه الزبعة انا كان حارب الفاسدين في الامن ولكن الفاسد الكبير لا تستطيع ان تهضر معه يعني هذه القادية يعني بحدك لعباء قرطة صاف الأخوة ولا تبقى تضحكوا على الشعب بهذه القادية هو من قبل من نكجة يحارب الفاسدين هو يحارب داخلية يحارب الفاسدين ولكن في الأخير ما يدارون لهم؟ ما انتدام اللي قد تلقى هاد الناس اللي يشفروا المعلم الخن وشي والحم وشي واشترب هاد الناس اللي قد تلقاهم فاسدين واللي يسرقوا الاموال واللي يتلعبوا بالميزانية ديال الامن واش غد يتحاكمهم؟ واش غد يتديموا المحكامة؟ واش غد تحكم عليهم كيف مدرسوا زفزافي وتحطواهم كاميرات ويتفرجوا على المحاكمة ديالهم؟ ما قد تديرهم امتشي حالة؟ غدين توبخوهم لا غدين تبدلهم البوست ديالهم ولا غدت تحيدوا من مدينة وغدت تدير مدينة اخرى يعني هذا هو اللي جهدكم غدين تديروه لان ما يمكنش غد يتحارب الفاسد لان الفاسد في المغرب يحارب غير باش قد ضحكوا على الشعب كتبغوا تبينوهم قد تحاربوا الفاسد ولكن ها هو المعلم ديالك من اللي جاقل اللي هم من اللي جدو عطا هذا التقرير ديال الناس المسؤولين اللي يختلصوا الاموال العام في الإدارات العمومية في جميع مناطق المغرب أعطاوهم ملف كامل الناس اللي شفروا الاموال تشفرات والأراضي اللي تختلصات وكل شيء اشف دارهم في الاخر جاو وزير الداخلية مشجر داري محامي وزير الداخلية المغربي واعدوك المسؤولين اللي كانوا متهمين بصرقة الملعب واعدهم باش يدير لي محاميين ومتحاكموا موالو اشنو الحكم اللي اعطاهم انهم بدلوهم من موضون دوهم موضون اخرى وكي اللي يدخلوه الوزارة الداخلية ولكن تشي واحد ومشل الحبس تاوحد ما تتحكم بعشرين عام تاوحد ما دار شي حاجة بالعكس الناس الشبب دير الريف اللي خرجوه كي يضالبو بحقوق مشروعة مش يدوك تحكو عملين بعشرين عام تلاتين عام والناس المسؤولين دير الامن اللي كتقول انت الامن اللي يخد دائمين معاك مشوك يتكرفسو العباد الله وطي قتلوا عباد الله والتاوحد ما حاكمهم كي الدلائل ان رجال الامن بشوك يهرسو البيبان تيهرسو ديور دير عباد الله كيهرسو الممتلكات دير المواطنين ولكن تاوحد ما شفنا تحاكم شفنا البوليس في فيديوهات كيتمغادي كي يزلو كيدخل في باب دير القهوة كيهرسو الجاج دير القهوة كيهرسو السيارات كيش الدبنت كيبقات يضرب فيها بنت داي زغير مع الطريخ كيبقات يبقات يبوطي فيها وش حاكمتوهم حاسبتوهم ثم قد تخربق اللي كتديروا لعبوشي حاجة اخرى جديدة شد الالعب ديالكم قديمة دا بنتو مو بغيت تقولوا الشعب بغيت تتحكوا على الشعب المغريبي مع عيد العرش كتعرفوا ان الشعب المغربي مغلغل إلا تلك الطبقة اللي كخدم معكم الطبقة العياشة ديالكم هي اللي كتصفق لكم كتعرفوا جميع شرائح الشعب مغلغل عليكم عيد العرش جاي الخيطاب جاي المالك غاد يجي غا يبقى بقيت هجا في الخيطاب دياله انت اشنو جيتي قلتي اعجي نديروا واحد للعب باش نشغله الرأي العام المغريبي اعجي نديروا هذه القادية ديال راحنا غادي نحاربوا الفاساد ولكن قادية معامي تنظن المغربي بكل ما بقوشك يصدقوا هذا الالعب ديالكم إلا بغيت يتحارب غادي تمشي غادي تمشي غادي تدي معاك واحد خمسين واحد واحد وغادي تمشي واللقصر وطول اول حاجة غا نديرها تديروا القابل على المالك والحاشية دياله وتديرهم المينوطات وتديرهم تهم الكوميسارية ويقلسو تهم تحت التحقيق وتمشي البرلمان تأخذ البرلمان كلهم تديرهم المينوطات وتديرهم الحبس يعني يتحاكموا تمشي المسؤولين ديالالإدارات والوزراء والأبناء ومخصوم يتشدوا ويمشي ويتحاكموا في هذه الساعة سوف ينصفقوا لك وماذا اللعبات لا تضحكوا لها وانا مسؤول للأمن وذلك التمثيل الوالق المغاربة عاقوبي يعني هذه اللعبة قدامت عارفين الملك سيخطب فعيد العرش وعارفين أنه سيبقى يتلعتم وعارفين أنه سيقرر حتى الخطب قبل أن يخطب وعارف المغاربة لا يستطيع أن يقوموا بإمكانهم وكل شيء يصفق وكل شيء يصفق عليه وكل شيء يزع عليه يقول أنه مالك يرى أحسن خطب ويقوموا بإمكانهم البرلمانيين والشيخات يصفقوا للخطب واللينات يقوموا بإصلاحات كما جاء في خطب جلالة المالك وهو خطب جلالة المالك لم يعرفوا أنه كان يقرق وإي مسؤول ينود سيبقى يقول وشوفوا المالك مالك في الخطب وسيتأخذوا حجة وكي ستحاولوا تصبحوا الصورة الفاسدة التي وصلت إلى المغرب ترى التقرير الأخير التقرير الذي قدرته الجمعية الأمريكية لمحاربة الفساد فقد أن المغرب من بين الدول التي يصل الفساد إلى القمة ويخرج اليوم تحرير تقرير أمريكية يجب أن يحضر على وضع الفساد في المغرب وليس لتحارب الفساد على البوليس لا يمكن أن يحارب الفساد على كل شيء الشركات التي لا تخرجون الضرائب الشركات الأجنبية التي تستمر في المغرب لا تخرجون الضرائب ولا تخرجون الناس جيدا الأجور التي تتعيب ما تقول المغرب فيه أجور يعني هذا شيء لا يمكن يعني يجبوا شيء حاجة بشكل نخرج لنا يلا تبار كالم الإخوة لا يدخش هذور القوال التي يدينون لكم ويجبوا يضحق عليكم ويجبوا يصرع عليكم الأمال في الدكتاتورية أن هذه هي الدكتاتورية الحانونة يعني انها دكتاتورية ولكن انظر أن نحارب الفساد هذه هي الدكتاتورية الحانونة كيف يجب أن يخذوا معكم القمع والتهميش والتفقير بوحد طريقة حانينة لنجب على صرفها هذا هو النظام في المغرب يعني كي قطعك وتيجي كيدير لك الفاصمة وكيدير لك الدول الحمر لكي تكالمك يلا تبارك عليكم وبلاء منطور عليكم